هلأ فيه ثلاث أنواع لعلامات الأزياء أول إشي الأزياء السريعة أو ما تعرف به الفاست فاشن هذا النوع من علامات الأزياء بتم إنتاجها بالمصانع بكميات كبيرة وبقياسات محددة تكلفة القطعة الواحدة بتكون قليلة كتير لهيك بتكون أسعارها منطقية الديزاينز تبع الفاست فاشن أو الأزياء السريعة بتكون سمها يعني تصاميم اعتيادية أيضا بتواكب التريندز والأزياء الدارجة في كتير من علامات الأزياء اللي بلشت بهذا اللاين ووصلت للعالمية لأنهم خلينا نقول اشتغلوا بالطريقة الصحيحة اعتمدوا الأزياء الدارجة اللي بتكون موجودة وكمان شافوا شو أزواء الناس وشو الناس بتحب كتير هي منتشنة عندنا في وطننا العربي وبالأردن بشكل محدد تاني نوع من علامات الأزياء اللي هي الأزياء الأود كوتور أو منسميها بالأزياء الراقية هاي النوع من علامات الأزياء بتم إنتاجها اعتمادا على مأسات لزبونة المحددة يعني بياخدوا مأسات لزبونة وعأساسها بتم إنتاج مثل هاي الأزياء تصميم الأزياء الراقية بتكون سمها مور كرياتيف مور يونيك فيها أصات مختلفة مش متوفرة بالأسواق بكثرة ثالث نوع من أنواع علامات الأزياء اللي هو الأزياء المستدامة أو ما يسمى بالسستينبال فاشن الأزياء المستدامة جديد بآخر سنين كتير هم تطلع وكتير انتشرت أكتر وأكتر بعد فترة كورونا وخصوصا أنه بفترة الكوفيد يعني دراسات بيّنت أنه قطاع الأزياء هو ثاني أكبر مسبب لتلوث البيئة نعم عم نشوف مع بعض ألاء يعني مجموعة من الصور يمكن قبل شوي مرأة معنا كمان مجموعة من الصور عم بنشوف في دراسز يعني يمكن تشرحي لنا عن كل قطعة شو هي عم بتكون هلأ أكتر هدول الصور هم بيبينوا خلينا نقول أنواع علامات الأزياء بشكل عام مثلا هون في الأوت كوتور كيف بتم عمل مثل هاي الأزياء اعتمادا على مأسات لزمونة في مثلا السستينبال فاشن اللي هي الأزياء المستدامة اللي هلأ كنت عم بحكي عنها اللي هي إنتاج الأزياء بأقل ضرر وأقل تلوث للبيئة جديد كتير عم باعتمدوها بالعالم بشكل عام وكتير فيه من مصممين الأزياء يلي بدأوا باعتمادها وفعلا وصلوا للعالمية مثل استيلا مكارتني يلي كتير اعتمدت على مادة سورونا بتصاميمها طبعا الأزياء المستدامة أو استستينة بالفاشن القصات تبعت الديزاينز تبعتها كتير بسيطة وكتير احتيادية وكتير خلينا نقول عملية يعني ما فيها كرياتيفيتي بالديزاينز ولكن يقال بأنه أسعارها مكلفة بالضبط ولكنها هي الأغلى والأعلى سعران تعد مقارنة بالفاست فاشن وبالاوت كوتور كمان وسبب بيرجع لأنه عمليات تصنيعها جدا صعبة ومكلفة أيضا فلهيك هي الأعلى سعران والأكثر انتشارا في الأردن ذكرتين اللي هي النوع الأول بالضبط له الفاست فاشن الأزياء السريعة هي الأكثر انتشارا بالأردن حتى العالم العربي؟ حتى بالعالم العربي نعم جديد بلش السستينبال فاشن يعني ينعرف خلينا نقول في وطننا العربي ولكن هو كتير موجود بكثرة في المجتمع الغربي وكتير خلينا نقول فيه كتير حملات طلعت بتشجع على الأزياء المستدامة خصوصا أنه بالأزياء المستدامة كمان فيه شغلة كتير حلوة اللي هو أنه كتير طالبوا أنه كمان يكون في حقوق للعمال يلي موجودين في عالم الأزياء بشكل عام ولي بيشتغلوا بالفاشن فيلد ان جنرال لأنه الأشخاص أو العمال يلي موجودين بالفاست فاشن ويلي بيشتغلوا بهاي المصانع للأسف يتم استغلالهم بطريقة كتير كبيرة وكمان بتكون أجورهم جدا قليلة وضائلة مقارنة بالعمل يلي بيأدموه نعم فبالغرب بشكل عام هم بيستخدم أو عم بيلجأوا حاليا هاي خلينا نحكي الأزياء المستدامة دعما للبيئة وأيضا يعني دعما للموظفين بشكل عام والي بيشتغلوا بهذا القطاع ذكرتين أنه في حملات كانت عم بتقوم هل في شيء شبيه في العالم العربي الناس عم تتوعى أكتر لهذا النوع من الملابس عم بتجهولوا بشكل أكبر أو لسه إحنا يعني يمكن مش كتير الأشخاص على دراي بهذا الموضوع هلأ تعرف فيه شغلة كتير مهمة هي أنه الأشخاص كمان أغلب الناس وأغلب المجتمع وأغلب شرائح المجتمع لما تيجي مثلا بدها تلبس أو هيك مش بس خلينا نقول بيهتموا بشو مقدار التلوث اللي رح يصير بالبيئة من ورهاي العلامة أو whatever كتير كمان بيلجأوا لموضوع الأسعار أو لموضوع السهولة بالحصول على مثل هيك فزي ما قلتلك الفاست فاشن هو الأسرع هو الأسهل من اسمه فاست إشي سريع وبنفس الوقت أقل تكلفة صار كتير فيه من الحملات على الفاست فاشن من قبل الأشخاص يلي بيدعموا السستين بالفاشن وخصوصا بالعالم الغربي فلهيك صرنا نلاحظ ونشوف كتير من الانترناشنال فاست فاشن براند صارت تقوم بعمل مثلا كوليكشنز معينة هاي الكوليكشنز تكون سستينبل أو يكون مصنوعة بأقل ضرر للبيئة أو من مواد نباتية صرنا نلاحظ مثلا بوقت كورونا كتير برضو من الفاست فاشن طبعا بحكي عن الانترناشنال براندز لجأت لأنها تقوم بتصنيع الماسكس تصنيع المعقمات بحيث أنه خلينا نقول تتفادى الحكي يلي عم بسير بخصوص أنه كمية الضرر يلي بلحقوها بالعمال يلي بيشتغلوا بمثل هيك علامات وأيضا يعني على الرغم من أسعارهم المنطقية إلا أنه الربح بيكون جدا عالي مقارنة بالتكلفة اللي أورادي بتكون من كلفيتهم نعم أول كول ألا أنت يعني حضرتك كمان مصممة أزياء فشو نوع الأزياء اللي عم بتصمميها شو العلامة تبعتك شو النوع اللي بتستخدمي في أزيائك هلا أنا ماي براند اللي اسمها آيمف اللي سفلنج A Y M F الأزياء اللي بستخدمها هي تعتبر أزياء راقية فليه لأنه أكتشولي أنا باخد إياسات لزبونة وعلى أساسه بنعمل الديزاين فبهاي الحالة خلينا نقول كل الـ quality أو كل الأقمة شي اللي بتكون مستخدمة بتكون فعلا in very high quality حتى الخيطان اللي بتكون مستخدمة يعني بيكون فيه كتير انتباه وتشدد عليها وبنفس الوقت إنه خلص يعني بتكون الـ client لابسة إشي مش موجود بالسوق بيكون إشي معمولة from the scratch فيعني ويتشز إشي كتير حلو كمان نعم طيب يعني من خبرتك بهذا الموضوع بتحسي إنه يعني هل أنت فرضا أنت الشغل تبعك بتكوني عامل الإطعام صمميتها بتعرضيها بناءً عليها بيجي عندك الزباين بيقولوا لك أنا بدي هاي الإطعام فأنتي بتصممي لهم إياها على كيف هم يعني إياساتهم أو إنه لأ كل شخص بيجي بتاخدي منه إيش هو حابب التفاصيل وبناءً عليها بتعملي الإطعام تبعاتهم هلأ صراحة أنا بدمج بين الشغلتين يعني أكيد بالبداية بحب أسمع من الـ client بحب أعرف شو المناسبة اللي رح تلبس مثلاً هذا الدرس عليه إيش خلينا نقول الشخصية تبعتها شو الكاركتر تبعها شو بتحب شو ما بتحب إضافة إلا أنه أنا كمان بشوف شو بيلبق لها شو بيلبق لجسمها شو بيلبق للوم بشرتها وبعدين ببلش بعمل بالديزاين بالأول بيكون فيه زي سكتش منفرجيها إياه بعد هيك بيكون فيه خطوة إنه منفرجيها اللقماش اللي رح نشتغل فيه يعني بتشوف شو اللي كواليتي اللي إحنا قريدي عم نشتغل فيه شو الخيطان يلي منستخدمها وبعد هيك منبلش بنعمل بالديزاين فرم ذا سكراتش عمقسات اللزبونة وقد يعم ياخد معك وقت بيكون حسب الديزاين يعني ممكن من أسبوع لعشر أيام ممكن فيه أشياء بتاخد شهر يعني حسب شو الديزاين إذا كان جديد مثلا كمان بلشنا فيه بدلات العرس بلشنا نعمل بدلات عرس فيعتمد قدي فيه شغل قدي فيه مثلا هاند ميد بالقطع الوحدة يمكن هذا السؤال بيكون موجود عند أغلب الصبايا فاستطينا العرس قدي بتاخد وقت قديم نشوف حجمها بيكون كبير قديم مرات بيكون في عليها يعني الشاك بيكون موجود ديتيرز كتير بتكون موجودة بفسطين العرس وداما هيك بتكون صبية تهتم بأنه يكون يعني بأرتب شكل بأجمل شكل فتحديدا فسطين العرس قديم بياخدوا وقت شغل تحديدا فسطين العرس صراحة وزي ما قلتلك صدقين يعني أنا في مثلا فسطان خلصنا من فترة كتير قليلة كان الفسطان سادة ما فيه ولا إشي ويتشز كمان هاد إشي طالع جديد وكتير الناس عم بتحبه وعم بتقبل عليه لهو الفسطين السادة اللي ما فيها إشي بيكون فسطان عرس بس ما فيه شك نهائيا إذا كان فيه شك وشك مثلا هاند ميد بده ياخد شهرين يعني شهرين بزب طبعا خصا إذا كان هاند ميد وفيه شغل وفيه شك وفيه كل هاي الأمور طبعا بياخد وقت نعم وزي ما ذكرت يعني هيك بنا نعرف رأيك بهذا الموضوع ومن خلال تعاملك مع الأشخاص عم بتشوفي أنه بالفعل الناس عم بلجأوا للأشياء اللي بتكون سيمبل أكتر أبسط ما فيها كل هاي تداخلات والزين اللي بتكون والزركشات اللي بتكون موجودة والله ما بقدر يعني هيك نعطي قاعدة ونأمم لأنه جد الأزواء موجودة ومختلفة فيه أشخاص بتحب البساطة فيه أشخاص مثلا بتحب الأشياء اللي بتكون مضوية أكتر فيها شغل أكتر فما منقدر خلينا نقول إنه لأ كل الناس بتحب الإشي اللي كتير بسيط الإشي اللي السادة فيه هيك وفيه هيك جد يعني شكل بالزواء مختلفة نعم يعني هيك بالختام حابين نسمع منك هيك نصيحة للأشخاص يعني اللي حابين إنهم يصمموا أشياء لإلهم أو حتى حابين إنهم يدخلوا هذا المجال بشكل عام بصراحة كتير بحس أهم إشي الواحد يشوف السوق شو بيحتاج والسوق شو بيتطلب يعني أنا بداية أول ما بدأت بعلامة الأزياء اللي هي آيمف بدأت فقط بتصاميم كانت سادة ما فيها ولا إشي يعني ما فيها شك ما فيها شغل خلينا نقول يدوي أو أشياء مضوية بعض هيك حسيت التسوق أيضا كتير بيتطلب الفساطين والأشياء اللي خلينا نقول لمناسبات ولأعراس فبدأنا فيه وبدأنا كمان بلاين الإيجار يعني صار في عنا بعض التصاميم اللي هي أفيلبل كمان للإيجار لحتى نرضي أكبر شريحة من المجتمع نعم إذن شكرا لوجودك معنا ألاء فودي طبعا يعني حضرتك مصممة أزياء وخبيرة موضة شكرا كتير لإلك على هذه الاستضافة الحلوة تينكيو كتير أهلا وسهلا فيك